تواصل إسرائيل عدوانها على قطاع غزة مستخدمة في ذلك أساليب مخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنسانية لتحقيق أهداف عسكرية في منطقة مقتضة بالمدنيين وفي سبيلها لنفي الانتهامات عنها تحاول سلطات الاحتلال الإسرائيلي التنصل من مسؤولياتها كقوة قائمة بالاحتلال واتهام أطراف أخرى بالتسبب بالكارثة الإنسانية بقطاع غزة فيما تقف مصر أمام المحاولات الإسرائيلية لترويج مثل هذه الأكاذيب شاهراً سلاح التجويع لا يزال الاحتلال الإسرائيلي مصراً على غلق المعابر خاصة رفح وكرم أبو سالم في إطار سياسة ممنهجة لكسر إرادة الفلسطينيين مع تحويل قطاع غزة إلى أرض محروقة يستحيل العيش فيها وهو ما يجعل التهجير قراراً قصرياً أو طوعياً لأكثر من مليوني شخص تلاحظ بالحقائق كعادته يلقي الاحتلال بمسؤولية عدم نفاذ المساعدات على مصر والأمم المتحدة لكن مصر بالمرصاد واقفة تفند هذه الأكاذيب وخلال جلسة لمجلس الأمن بشأن رفح الفلسطينية حمل مندوب مصر بالأمم المتحدة السفير أسامة عبدالخالق الاحتلال مسؤولية عدم نفاذ المساعدات إلى قطاع غزة بلا هوادة أو كلل ستعمل مصر لإيجاد الوسائل لضمان النفاذ الآمن والعاجل للمساعدة الإنسانية اتساقاً مع واجباتها اتجاه الشعب الفلسطيني الشقيق هو الأمر الآخر الذي أكد مندوب مصر الدائم عليه لا يجب علينا استساغة المبررات الواهية للعملية العسكرية في رفح أو للدعاءات الجوفاء التي تكررها سلطة الاحتلال عن الإجراءات التي اتخذتها للتخفيف من وطأة التدعيات الإنسانية والتي ثبت مراراً عدم مصداقيتها فقد وصل الأمر لحد المجاعة في غزة كما تقبرنا تقارير الأمم المتحدة مندداً تحدث الرياض منصور مندوب فلسطين بالأمم المتحدة في الجلسة عينها مطالباً مجلس الأمن باستخدام أدواته لوقف المجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين ستؤرق ضمير العالم لفترة طويلة بعد نهاية هذه الإبادة وهذه الإبادة يجب أن تتوقف والآن لقد تحدثنا مراراً وتكراراً وشعبنا لا يزال يقتل كل يوم ولذلك أود أن أقول ما يلي اليوم مليوني شخص فقدوا أحباءهم خلال الأشهر السبع الماضية فقدوا أفراد عائلتهم فقدوا أصدقاءهم فقدوا أعضاءهم فقدوا منازلهم وفقدوا مجتمعاتهم مدارس وجامعات ومستشفيات دمرت واهمة تظن نخبة المجتمع الدولي أو كما يطلقون عليها أن التاريخ سيمحو أو يتغاضى عن جرائم الاحتلال الموثقة بالصوت والصورة أو سينسى الازدواجية في التعامل فيما يحدث في غزة بل إن المجتمع الغربي تمادى ليوفر غطاء سياسياً وعسكرياً لإسرائيل وهو ما اعتبره نظام نتنياهو ضوءاً أخضر ليعيث فساداً في الأرض وحتى تتبدل الأحوال تبقى يوميات الفلسطيني إما باحثاً عن مكان آمن وهو حلم بعيد المنال أو لقمة يسد بها رمق من تبقى من عائلته أو أشلاء خيمة لا يكاد ينصبها حتى يلملمها مرة أخرى كما يلملم جراحة